السلام عليكم علي مرهود الإثار قرر فوازا جراء كتاب مفيد مستثمرا نقودا كان قد جمعا في حصالة الصغيرة طلب فواز من والده أن يستحبه إلى المكتبة لجراء الكتاب وبعد فراغه من الواجبات المنزلية ذهب مع والده إلى المكتبة وأخذ تجولان فيها ويطالعان أبرز عنامي من محتوياتها من كتب مقصصا توقف الفواز عند قصة عنوانها لإثاره فسأل والده ما معنى الإثار يا أبي رد الوالد اشتري القصة وقراها لتعرف معنى الإثار اشتري فواز القصة وعاد إلى البيت مشتاقا لقراءتها وفي القصة قراءت كيف آذت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المرأة الفقيرة وابنتيها عن نفسها وكيف آذت الأم وابنتيها على نفسها وفي المساقة قدم الوالد من عمله وسأل فواز هل قراءت القصة وعرفت معنى الإثار؟ ترجمة نانسي قنقر